موسيقى في هذه الفقرة من الأسبوع الأخير اللي غير وجه التاريخ رح نتكلم شوي عن الفصح أو عشاء الفصح الفصح اليهودي يعتبر أول تلت الأعياد في الربيع أفيف وهذا العيد طبعا في الربيع في وقت نمو الأزهار والشجر يعبر عن الطبيعة الجميلة والتجديد بعد البرد والسقيع والشتاء الطويل هذا الفصح طبعا بذكر كل يهودي خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية من أرض المصر وهذا كان طبعا أمر مباشر من الله لموسى أن كل عيلة حضر خروف خروف الفصح وكان يذبح يأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتباء العليا وطبعا هذا لإنقاذهم من الملاك المهلك مكتوب فأرى الدم وأعبر عنكم وكل شيء كان لازم يتعامل بسرعة فالخبز كان غير مختمر كانوا لازم يكونوا جاهزين لابسين الأحذية والخروف لازم يكون مشوي فإذا كل هذه التحضيرات كانت بتذكر اليهودي في كل فصح لكن يسوع طلب من التلميذ يجهزه عشاء وجبة الفصح لأنه فيه أشياء لازم يترك بصم أثر في حياة التلميذ فالمسيح عرف المكان وعرف حتى الساعة والرجل بتشوفه رجل حامل جرة وعلى أرجح هذا الرجل من جماعة السينيين لأنه عادة أن الرجل الشرقي لا يحمل جرة لكن هذه الجماعة كانت تحمل خروف الفصح والخبز الغير مختمر هذه الإعدادات الرئيسية اللي كانوا بحضروها لوجبة الفصح الفصح طبعا الخروف مشوي ولازم يزيلوا كل الخميرة من البيوت تكون نظيفة طهرة بالكامل فهذه واحدة من التحضيرات الخروف والخبز الغير مختمر ولما بيتناولوا الوجبة طبعا عدا لحم الخروف ملح وماء بيرمز للدموع الغزيرة التي أذرفت خلال فترة وجودهم في أرض العبودية في مصر وأيضا الماء عبورهم بمعجزة في البحر الأحمر شيء آخر كان لازم يحضروا الأعشاب المرة وبتذكرهم في مرارة العبودية أيضا في هذه الوجبة في النهاية كان يكون في نوع من خليط من الحلوة عبارة عن عدة فاكهة يعني جزء من التفاح والطمر والمكسرات والرمان وعدان من القرفة بيخلطوها مع بعض وبيخبزوا الحلوة في شيء مهم أيضا في الفصح كانوا بيتناولوا أربع كؤوس نبيذ وكل كأس طبعا إلو رمز خاص هذه الكؤوس الأربعة بتذكرهم بالوعود الأربعة لإنقاذهم من العبودية من أرض مصر بحسب سفر الخروج إصحاح 6 والآية 6 والآية 7 ترجمة نانسي قنقر